ولذا حينما تتصل بمكاتب المراجع في النجف حينما توجه سؤالا وتقول ما هو الحكم في القضية الكذائية يقولون لكم رأي المرجع من طيح الله حظ المرجع وطيح الله حظ رأيه نحن لا نسأل عن رأي هذا الحمار نحن نسأل عن دين رسول الله عن دين آل رسول الله لا نسأل عن آراء الحمير لكن الحميرة لا يعرفون دين رسول الله ولا يعرفون دين آل رسول الله فينهقون لنا نهيقا من آرائهم من ضراطهم من ضراط دينهم الخرائي كل هذا مأخوذ مما يقال له علم أصول الفقه الوسيلة الشيطانية الخطيرة في صناعة الدين المزيل عند السنة وعند الشيعة صناعة الدين المزيف عبر الثالوث المنجس المرجع التقليد الخمس الحديث في هذه الحلقات عن وسيلة وعن مرحلة وعن سبب مفصلي يدخل في صناعة الدين المزيف وعند الطرفين على حد سواء عند أتباعي السقيفة بني ساعدة وعند أتباعي سقيفة بني طوسي السقيفتان تشربان من نفس العيون الكدرة القذرة التي نهانا عنها أمير المؤمنين وسيد الوصيين صلوات الله وسلامه عليه في الحلقة الماضية كان الحديث في جهتين الجهة الأولى أشرت وبنحو إجمالي ومقتضب جدا إلى أهم الحوادث والوقائع التي شكلت مسارا منعطفا بالنسبة للذين يقولون نحن أمة محمد صلى الله عليه وآله لا أريد أن أعيد الكلام لضيق الوقت هذا هو الشطر الأول من الحديث الشطر الثاني أخذتكم في دراسة تأريخية وتعريفية بنحو إجمالي لنشأة ما يسمى بعلم أصول الفقه عند أتباع سقيفة بني ساعدة وبدأت من أيام الشافعي حتى وصلت إلى الذروة إلى مختصر الأصول الحاجبي مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب الكردي المالكي المتوفى سنة 646 وحدثتكم عن أهمية هذا الكتاب وعن كثرة الشروح والحواش والأبحاث التي دارت حوله ولا زالت تدور حوله مر كل هذا الكلام في الحلقة الماضية الخلاصة وصلنا إلى الذروة ما بعد هذه الذروة منذ وفاة ابن الحاجب الكردي المالكي وإلى يومنا هذا جاء تتميما تفريعا توضيحا وليس أكثر من ذلك كل الذي جاء بعد وصول علمي أصول الفقه إلى الذروة عند أتباع السقيفة بني ساعدة كل الذي جاء إنما هو مأخوذ من سفرة هذه الكتب التي حدثتكم عنها ولا أريد أن أعيد الكلام بخصوصها هذه الكتب في سفرتها ومن سفرتها وحول سفرتها تجمع الآخرون إن كانوا من السنة ممن جاءوا بعد ابن الحاجب وإلى يومنا هذا وإن كانوا من الشيعة أيضا ممن جاءوا من بعد ابن الحاجب وإلى يومنا هذا في هذه الحلقة أريد أن أمر على تأريخ علم أصول الفقه عند الشيعة قطعا في زمان الحضور لم يكن هناك من عين ولا من أثر لما يسمى بعلم أصول الفقه وما يذكره علماء الشيعة من أن الشيعة سبق السنة في هذا العلم هذا كلام هرى ديننا دين العترة الطاهرة يختلف اختلافا كاملا عن دين السقيفة بني ساعد ولذا لا وجه للمقايسة ولا وجه للمسابقة في عصر الحضور في عصر حضور الأئمة الذي بقي مستمرا بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن قتل مسموما بقي بقي عصر الحضور أتحدث عن حضور الأئمة والحجج من المعصومين صلى الله عليه عليهم استمر استمر هذا العصر إلى استشهاد إمامنا الحسن العسكري في الثامن من شهر ربيع الأول في السنة الستين بعد المائتين من الهجرة حدثت انعطافة حيث بدأت الغيبة الأولى والغيبة الأولى هي استمرار للنص التشريعي صحيح أن الغيبة بقوانينها وشؤونها ليست كعصر الحضور لكن النص التشريعي لا زال يصل إلينا عبر السفراء الخاصين إلى أن انتهت الغيبة الأولى في النصف من شعبان في السنة التاسعة والعشرين بعد الثلاثمائة من الهجرة ومن هناك بدأت الغيبة الطويلة التي نعرفها في ثقافتنا الشيعية بالغيبة الكبرى في كل ذلك العصر منذ زمان رسول الله إلى نهاية الغيبة الأولى ليس هناك من عين ولا من أثر لما يسمى بعلم أصول الفقه أئمتنا أصل الأصول ولكن لا علاقة لأصولهم بهذا الذي يقال له أصول الفقه أئمتنا أصل الأصول وقالوا لنا من أن الأصول علينا على الأئمة ومن أن التفريع عليكم فنحن فنحن لا نأصل الأصول نحن نفرع على الأصول ونتلقى الأصول من أئمتنا هذا هو دين العترة الطاهرة وانتهينا أما هذا الهراء الذي يتحدث به بعض مراجع الشيعة من أن أصحاب الأئمة ألفوا في علم الأصول نحن نسألهم رأيتم هذه الكتب لم يرها أحد إذن كيف حكمتم بهذا الحكم جاءت معلومات في الكتب التي سردت لنا أسماء المصنفات هناك بعض العناوين هم يقولون هذه العناوين تشير إلى علم أصول الفقه العناوين التي يشيرون إليها مشتركة بين أصول الفقه وغيره هذه الكتب لم يرها أحد هذا الكلام بالضبط يشابه الكلام الذي يتحدث به الأحناف من أن الأحناف سبقوا الشافعي في الحديث عن علم أصول الفقه كلام يقال في عالم الحقيقة في عالم الأدلة والبراهين الشافعي هو أول من نظر وقعد وأصل في علم أصول الفقه ومر الكلام في هذا لا أريد أن أعيد الكلام في أجوائنا الشيعية كما قلت لكم إلى الزمن انتهاء الغيبة الأولى ليس هناك لا من عين ولا من أثر للم أصول تسعة وعشرين للهجرة وما عندنا من كتاب في علم أصول الفقه لأن الأئمة وضعوا لنا منهجا يختلف بالكامل بدرجة مئة بالمئة عن منهج السقيفة بني ساعد هذا دين وهذا دين لهم دينهم للسقيفيين وللعترة الطاهرة دينها ليس هناك من نقطة التقاء بين هذين الدينين وبالضبط ليس هناك من نقطة التقاء بين دين العترة وبين المذهب الطوسي القذر النجس هذا توأم للمذاهب العباسية التي نشأت في أحضان العباسيين وأبوهم إبليس أبو هذه المذاهب إبليس إبليس الأبالسة هذه هي الحقيقة من الآخر وسأثبت ذلك لكم ولكن أصبروا عليه نتسلسل في الحديث هذا الكلام خطير ويحتاج إلى مقدمات نتسلسل في الحديث تابعوا البث المباشر وتابعوا الإعادة وسجلوا الملاحظات وتباحثوا فيما بينكم أخاطب الذين يبحثون عن الحقيقة الذين يبحثون عن الحقيقة ولا أخاطب غيره أقدم نص عندنا بين أيدينا في علم أصول الفقه ما كتبه المفيد قبل المفيد نحن لا نعرف نصا كالنص الذي كتبه المفيد المفيد توفي سنة أربعمية وثلاثة عش للهجرة والمفيد الرجل في بداياته إلى ما يقرب من أواخر عمره كان معتزليا بتمام معناء الكلمة هذا الأمر موجود أيضا عند فقهاء المذاهب العباسية الأخرى هناك من هو حنفي على المذهب الحنفي في فتاواه وفي فقهه ولكنه معتزلي عنيد وهناك وهناك وحدثتكم عن أن العديد من أئمة الشوافع يعلنون أنهم أشاعرة ويكتب في تراجمهم من أنهم ماتوا على المذهب الأشعري لكننا إذا قرأنا كتبهم في الحقيقة هم معتزلة إلا أنهم يظهرون أنهم أشاعرة كما وصفت لكم الفخر الرازي إنه في جسده أشعري ولكن في روحه معتزلي الفخر الرازي على سبيل المثال الرجل كان فيلسوفا رجل فيلسوف لا يمكنني أن أقبل أنه يمين إلى الفكر الأشعري الفكر الأشعري فكر أعرابي بدوي سطحي ما فيه من عمق الفكر المعتزلي يتناغم مع الفلسفة بشكل واضح يتناغم مع المنطق الأورسطي بشكل واضح لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع لكن الفخر الرازي في الحقيقة وهذا ما أستطيع أن أثبته بالأدلة من كتبه من كل كتبه هو أشعري جسدي لكنه معتزلي قلبي مع ميله إلى التصوف كان ميالا إلى التصوف إن شخصا كهذا يكون ميالا للتصوف ويكون متفلسفا وفيلسوفا ليس من المنطق أن يكون أشعري ربما هو يدعي هذا مجارة للواقع الذي كان يعيشه أنا لا أريد أن أحلل شخصيته في هذه العجالة كان معاصرا للصوفي الكبير محيد دين ابن عربي وقد أرسل إليه رسالة مشهورة ابن عربي أرسل رسالة مشهورة في أجواء الصوفيين وفي أجواء العرفانيين الشيعة رسالة رسالة أرسلها وأوضح الأمثلة على ذلك المفيد المرتضى الطوسي هؤلاء معتزلة هؤلاء معتزلة وإن كان الطوسي في حقيقته شافعي معتزلي لم يكن شيعيا المفيد كان شيعيا معتزلي والمرتضى كذلك كان شيعيا معتزلي كل الذين كتبوا عن المرتضى من غير علماء الشيعة حتى من الشيعة أنفسهم تلمسوا الأثر الاعتزالية في كتب المرتضى مشكلة علماء الشيعة يقدسون من دون دليل ويقلدون الذين سبقوهم من دون تحقيق وهناك منهم من يدرك الحقيقة لكنه يكذب ويكذب لا يريد أن يخرج عن المتعارف هذا هو واقع علماء الشيعة منذ بدايتهم منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا إما أن يقدسوا وحينئذ لا يستطيعون أن يشككوا أو أن يبحثوا حينما نقدس جهة فإن التقدس يقف حائلا فيما بيننا وبين البحث والتحقيق والتنقيق فجمع كبير من علماء الشيعة وقعوا في هذا المطب في مطب التقديس وهم يقولون نحن علماء ومحققون العالم والمحقق لا يقدس لا يقدس كيف يقدس شخصا عاديا هذا التقديس يقف حائلا فيما بين العالم وبين العلم الحقيقي على أي حال علماء الشيعة منهم يقدسون العلماء السابقين ومنهم مقلدون وهم الأكثر يقلدون الذين قبلهم في الجو الشيعي لا يوجد عندنا علماء محققون والدليل كتب علماء الشيعة وستتضح الصورة لكم حينما تطلعون على تأريخ علم أصول الفقه عند الشيعة على سبيل المثال هذا مثال من الأمثلة فإما أن يقدس وإما أن يقلد وإما أن يكذب يكذب على الشيعة وكذلك يكذبون الذين ينطقون بالحقيقة فإذا ما نطق ناطق مثلي بالحقيقة كذبوه مع أنهم يعرفون صدقه ودقة كلامه عامة الشيعة تضيع بين صدق الذي لا تميل إليه أمزجتهم عامة الشيعة حمير ديقيون فقدوا عقولهم بسبب الخراء المرجعي المتراكم عليها والذي صار متكلسا كأنه الصخر فعوام الشيعة يضيعون بين صدق ودقة المعلومات وبين أكاذيب هؤلاء الذين يركبون على ظهورهم هذه هي الحقيقة المقشرة من الآخر ولا أريد أن أقف عندها طويلا لقد عايشتها طيلة حياتي منذ أوائل شباب وإلى هذه اللحظة أنا أعايش هذه الحقيقة بشكل مباشر وألامسها يوميا في كل لحظة من لحظات عمري على أي حال أعود إلى المفيد المفيد شيعي معتزلي أقدم نص في علم أصول الفقه جاءنا من قبل المفيد والمفيد كان معاصرا للذين كتبوا أهم الكتب في علم أصول الفقه المفيد متى توفي سنة أربعمية وثلاثة عش للهجرة القاضي عبد الجبار المعتزلي الذي يسميه المعتزل بقاضي القضاة هو وإمام أئمتهم متى توفي أربعمية وخمسطعش للهجرة المفيد أربعمية وثلاثة عش والقاضي عبد الجبار توفي سنة أربعمية وخمسطعش وكان قد ألف كتابه العمت وكان كتابا مشهورا في زمانه قطعا قطعا المفيد تأثر به تأثرا كبيرا أبو الحسين ابن الطيب البصري المعتزلي متى توفي أربعمية وستة وثلاثين للهجرة كان معاصرا للمفيد وكان المفيد معاصرا له وكان في بغداد من كتبه المشهورة شرح العمت شرح كتاب العمت للقاضي عبد الجبار أما كتابه المعتمد في أصول الفقه فهذا هو عين كتب علم أصول الفقه عند المعتزلة وعند السنة وعند الشيعة وهذا هو الأصل والأساس لعلم أصول الفقه وإن كانت كل الأطراف أتحدث عن الأطراف السنية والشيعية تحاول أن تضيع هذه الحقيقة وهذه نقطة التقاء السنة بالشيعة في هذا الدين المزيف الذي اصطنع وصنع عبر مجموعة من الوسائل ومن أهمها ما يسمى بعلم أصول الفقه أعود إلى المفيد عنده رسالة وجيزة أتعلمون كم عدد صفحاتها في الطبعة المعاصرة 19 صفحة 19 صفحة صفحة لو كنت لو كنت مسؤولاً رئيسة حرير مشرفاً مديراً متابعاً للمجلة من المجلات الفصلية المتخصصة والتي تتخصص في علم معين مثلما هناك الكثير من الدوريات الشهرية الفصلية السنوية التي تكون في مجالات تخصصية لو كنت مسؤولاً عن دورية من هذه الدوريات وكانت متخصصة في علم أصول الفقه أو في هذه العلوم التي يقال لها العلوم الدينية وجاءوني بهذه المقالة إنني لا أنشرها لأنها لا تستحق النشر هذه الرسالة التي كتبها المفيد في علم أصول الفقه إذا أردت أن أقايسها بكتاب المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري المعتزل لا تساوي فلساً واحداً أتحدث عن الذي كتبه المفيد الأفكار في جذورها أخذها من المعتزل والكلام ركيك ومرتبك ومخالف للعترة الطاهرة في الوقت نفسه فأي أصول فقه هذا وأي علم هذا في عدد قليل من السطور هذا هو الجزء التاسع من مجموعة مصنفات الشيخ المفيد هذه الطبعة طبعة المؤتمر العالمي بمناسبة ذكرى ألفية الشيخ المفيد التذكرة بأصول الفقه هذا هو عنوان رسالة المفيد التذكرة بأصول الفقه سأخذ بعض الأمثلة على وجه السرعة ولن أقف عندها طويلا على سبيل المثال في الصفحة التاسعة والعشرين يقول ومعاني القرآن على ضربين ظاهر وباطن الظاهر واضح وضرب لذلك مثلا أنا لن أقرأ كل الكلام حتى أنتفع من الوقت لأجل الاختصار ضرب مثلا جاء بالآية الرابعة والأربعين بعد البسملة من سورة يونس إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون جاء بها مثالا على ظاهر القول عند العترة الطاهرة لا يوجد ظاهر بلا باطن الظاهر والباطن متلازمان لن نستطيع أن نتصور ظاهرا بلا باطن ولن نستطيع أن نتصور باطنا بلا ظاهر بالضبط مثلما هذا الثوب الذي ألبسه له ظاهر وله باطن فلا أستطيع أن أتخيل أن ظاهر الثوب في مكان من الأمكنة ليس له باطن فهنا فهنا ظاهر منه من دون باطن ولا أستطيع أن أتصور باطنا من الثوب من دون ظاهر هذا الكلام ليس منطقيا في ثقافة العترة الظاهر والباطن لا ينفك أحدهما عن الآخر هذا الرجل لا أدري أين يتحدث فهذه الآية لها ظاهر ولها باطن قد يقول قائل من أن المفيد أشار إلى الظاهر هنا فقط ولا بأس بهذا لكنه حينما يتحدث عن الباطن يأتينا بهذه الآية أقيم الصلاة وأهت الزكاة يقول هذه الآية فهمها الصحيح لا بد أن يكون باطنيا لماذا يقول فالصلاة في ظاهر اللفظ هي الدعاء والزكاة هي النمو وهذا لا ينسجم مع ظاهر الآية لأن الدعاء لا يقال عنه أن نقيم الدعاء وإنما أن ندعو بالدعاء أن نقرأ الدعاء والزكاة كذلك هي عملية نمو في الشيء فلا يمكن أن نتحدث عن الإتيان بها فإذا المراد من الصلاة هنا ليس هو الظاهر الدعاء والمراد من الزكاة هنا ليس هو الظاهر النمو وإنما شيء مخصوص له مواصفاته إنها الصلاة التي نعرفها في الشر والزكاة التي نعرفها فهذا تفسير باطن للآية هذا معنى باطني للآية أي هراء بحسب من الظاهر هكذا والباطن هكذا إن كان بحسب العترة فإن العترة لا تقول بهذا أبدا هذا هراء هذا هراء قلت لكم هذه الرسالة لا تساوي فلسا واحدا وأنا لا أريد أن أناقشها إنما أضرب لكم أنثلة على وجه السرعة لأن الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب وأنا أحاول الإجازة والاختصار بقدر ما أتمكن كذلك الأمر في صفحة الحادية والثلاثين يقول إذا جاءت الآية بهذا الخطاب يا أيها الذين آمنوا يقول من أن النساء ليست داخلة في هذه الآية إلا بدليل هذا يخالف منطق العترة هذا الكلام يمكن أن يقوله المفيد ويمكن أن يقوله المعتزليون ويمكن أن يقوله الأشعريون ويمكن ويمكن لكن في ثقافة العترة هذا الكلام ليس مستقيما يا أيها الذين آمنوا هذا الخطاب شامل للرجال وللنساء القرآن مشحون بهذا الخطاب ومشحون بهذا الوصف الذين آمنوا الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا القرآن مشحون من أوله إلى آخره هذا الخطاب ليس خاصا بالرجال إنني أتحدث عن قواعد التفسير عند العترة الطاهرة يمكننا أن نقول من أن الخطاب ليس خاصا في جميع إطلاقاته بالمؤمنين ففي بعض الحالات يدخل المنافقون في هذا الخطاب بحسب العترة الطاهرة لا شأن لي بسقيفة بني ساعد ولا شأن لي بسقيفة بني طوس إنني أتحدث عن منطق العترة الطاهرة ولو كان المقام لإثبات هذا آتيكم بالآيات ومن دون روايات ستقرون من أن الآيات هذه تكون شاملة للمؤمنين وللمنافقين فضلا عما جاء عنهم من كلامهم وحديثهم في بيان قواعد تفسير قرآنهم أنا لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل أأخذ أمثلة سريعة من هذه الرسالة في صفحة 43 تحدث عن أن العقول تجوز نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب لكنه بعد ذلك يرفض أن تنسخ السنة الكتاب وهذا يخالف منهج العترة الطاهرة هذا منطق معتزلي صرف في الصفحة الخامسة والأربعين في آخر صفحة من الرسالة تحدث عن النسخ في الأحاديث أن الأحاديث ينسخ بعضها بعضا فقال هذا يجري في أحاديث النبي أما في أحاديث الأئمة لا يجري هذا الرجل لا يفقه شيئا من فقه العترة الطاهرة ولا يفقه شيئا من مقامات أئمته وهذا الكلام كان في زمان معتزليته حينما كان معتزليا وقد حددتكم عن المفيد ما حددتكم وقلت لكم من أن كل كتبه معتزلية لو كان المقام يسمح لي بالتفصيل في مناقشة هذه الرسالة لناقشتها سطرا سطرا اتساطع الصفحة كل ما فيها أخذه من المعتزلة هذا هو أقدم نص عندنا كتب بشكل رسمي في علم أصول الفقه وهو قال في المقدمة في مقدمة هذه الرسالة يخاطب الذي سأله تأليفها سألت أدام الله عزك أن أثبت لك جملا من القاول في أصول الفقه مختصرة إلى آخر الكلام فهو ألف هذا المختصرة في أصول الفقه نزولا عند رغبة ذلك الذي طلب منه ما طلب كما بيّن هو في المقدمة لكنه لم يأتي بشيء سديد ولم يأتي بشيء سليم الذي جاء به جاء مخالفا لقواعد العترة وأصولها في التفسير في التفكير في العقائد في استنباط الأحكام الشرعية هذا كلام معتزلي ركيك وإذا أردت أن أقيسه بكتاب معاصر للمفيد بكتاب المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري فإن هذه الرسالة لا تساوي فلسا ممسوحا نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر